أكد قائد فريق المراقبين الدوليين في مدينة الحديدة في اليمن مايكل لوليسجارد أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا يوم الاثنين المقبل حول اليمن وسيكون هناك ضغط سياسي كبير لتنفيذ اتفاق السويد وضف الجنرال الدنماركي خلال اجتماعه مع الحوثيين يوم الأربعاء أن أنظار المجتمع الدولي تتجه نحو الحديدة إلى أن يتم تنفيذ اتفاق السويد بمختلف مراحله ووفقا للجداول والفترة الزمنية المحددة